اشتركوا في القناة لعبة بيز 2017 وكما ذكرت هذا الوبيشن فايل خاص لباتش بيس بروفيسيونال باتش الاسدار 7.2 وليس الباتشات الاخرى وايضا به احدث الانتقالات مثل انتقال اللعب هاريكين الى نادي باير ميونيخ الالماني كذلك انتقال اللعب سيرخيو راموس الى نادي إشبيليا الاسباني ايضا انتقال اللعب جاوفيليكس الى نادي بارشلونا الاسباني كذلك انتقال اللعب نيمار الى نادي الهلال السعودي وغيرها من الانتقالات الجديدة داخل هذا الوبشن فايل ولكن قبل الدخول الى صلب الموضوع لا تنسوا عن القناة ايضا اذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زي جرس الاشعارات لكي تتوصلوا باي جديد على هذه القناة كذلك لا تنسوا عن قناتنا الثانية على اليوتيوب سوف تجدون رابط قناتنا الثانية اسفل الفيديو في صندوق الوصف والان سوف نبدأ على بركة الله اولا تقوم بالذهاب الى هذه المدونة سوف تجدون رابط هذه التدوينة اسفل الفيديو في الصندوق الوصف بعد النقر على الرابط سوف تجدون هنا صورة خاصة بالموضوع ايضا حجم ملف الوبشن فايل 5 ميجا بايت كذلك تاريخ ازدار الوبشن فايل في السابعة عشر سبتمبر 2023 وهذا فقط اوبشن فايل يعني فيه فقط الانتقالات وليس الاتقم او الشعارات وان شاء الله بعد الانتهاء من جميع الشروحات الخاصة بالاوبشن فايل سوف نقوم برفع ايضا فيديوهات حول اضافة اتقم الموسم الفين واربعة وعشرون لبيس الفين وسبعة عشر وبيس الفين وثمانية عشر بيس الفين وتسعة عشر وايضا بيس الفين وعشرون وكذلك لنسخة البلاي ستيشن اربعة والبلاي ستيشن خمسة وهنا ملاحظة الوبشن فايل متوفق فقط مع باتش بيس بروفيسيونيل الازدار سبعة فاصل اثنين ايضا هنا صور من داخل اللعبة لبعض الانتقالات كما ترون انتقال لعب هاريكين انتقال لعب بوندوغان ايضا اوباميانك في مارسيليا الفرنسي ايضا ليونيل ميسي ازبي الكويتا كما ترون هناك جميع الانتقالات الجديدة داخل هذا الوبشن فايل وهناك العديد من الانتقالات في هذا الوبشن فايل ايضا هنا سوف تجدون الشرح او الفيديو وهنا خمسة روابط لتنزيل ملف الوبشن فايل تقوم باختيار اي رابط من هذه الروابط ثم تقوم بتنزيل ملف الوبشن فايل وانا قد قمت برفع الملف في العديد من السيرفيرات مثل جوجل درايف ميجا الى اخره لكي لا تواجهون اي صعوبة في تنزيل الملف بعد تنزيل ملف الوبشن فايل يظهر معكم ملف مضغوطة كذا بالوينرار تقوم باستخراج الملف ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل تقوم بالدخول الى ملف ثم هذا الملف ثم تقوم بالذهب الى ملف اليد تقوم بنسخه وهنا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمن اراد التواصل تقوم بنسخه بعد ذلك بالذهاب الى الدوكيمون ثم الى كونامي ثم الى ملف ملف سوكر 2017 ثم ملف ثم تقوم بنقر على كولي وتقوم بنقر على روم بلاس او الموافقة على استبدال الملف فانا لدي باتش اخر لذلك اريد تركيب الابشن فايل لكن انتم اذا كان لديكم باتش بي اس بروفيسيونال اصدار 7.2 فيمكنكم تركيب هذا الابشن فايل وسوف يشتغل معكم بدون اي مشاكل سوف تجدون به اخر واحدث الانتقالات داخل اللعبة كما ذكرت من قبل والابشن فايل شغال ولمن واجه اي مشكلة فيترك تعليق اسفل الفيديو او تواصله معنا بصفحتنا على الفيسبوك او الانستغرام وسوف ارد عليكم باسرع وقت ممكن كذلك هذا الابشن فايل كما ذكرت متوفق فقط مع باتش بي اس بروفيسيونال اصدار 7.2 للعبة بي اس 2017 وهكذا قد انهنا الشرح وفي الاخير لا تنسوا لايك وشير لي الفيديو ودمتم في امان الله اشتركوا في القناة